خلينا نبدأ من عندك بريان أنا ما راح أتكلم عن مسألة نقل المباريات لأنه إحنا صراحة في يوم الاثنين والثلاثاء الماضية إحنا أشبعنا هذا الموضوع وتكلمنا فيه يعني بشكل مفصل إلا إذا أنت عندك مثلا رأي ممكن تقوله في موضوع المطالبات الأندية السعودية والخليجية والله إذا لا بس أكد على كلامك اللي أنتو قلتوا أنه المطالبة بنقل مباريات من إيران مباريات الفرق الخليجي وبذات السعودية بحيثكم الآن قطاع العلاقات بين البلدين أنه ما في قرار من الفيفا والتحاد الآسوي بمنع قامة مباريات في إيران فعندما تطلب دولة نقل مباريات فرقها أو عدم اللعب في إيران على الملعب الإيرانية بحكم أنه ما في علاقات دبلوماسية بين البلدين حيكون من حق الفرق الإيرانية طالب بالمثل هذا اللي قلناه لأنه ما في عقوبات على إيران حتى أنه تلعب مبارياتها خارج إيران فهتكون أنت حتتجبر الفرق الإيرانية على أنها تلعب في ملعب محايد فهي حتطلب بالمثل تلعب في ملعب محايد وهذا ضمن أنظمة الموجودة وهذا شيء يعني يفترض نقبله يعني نحن مثل ما تفضل البوادي بأنه إحنا كسبنا سلامة أولادنا وسلامة لعيبتنا وأنه نلعب حتكون طبعا شوية فيها صعوبة نلعب ذهاب وياب في أرض محايدة ولكن لكل شيء ضريبة وهذا ضريبة أننا سلامة لعبين وأبنائنا لا بأس نلعب بارتين خارج الأرض بس إحنا لو جينا نتكلم في الواقع أنه لو جو مثلا الأندية الإيرانية تلعب مثلا في المملكة أو حتى تلعب في الدول الخليج إحنا نضمن سلامتهم وإحنا صراحة ما نعامل الناس دائما ما نعامل السيئ بالسيئ إحنا نقابل دائما في المملكة العربية السعودية نقابل المسيب الإحسان وهذا الشيء إحنا تعودنا عليه لكن إذا هم يبقون ينقلون مبرياتهم هذا الشيء يعني يرجع لهم وموضوع نقل المبريات ممكن برضو الأمور ثانية لمسألة مثلا الحضور الجماهيري أنك تلعب في أرضك راحة أيضا الأندية السعودية كل هذه الأمور ممكن يعني يتوخذ بالاعتبار حسن خليني أسألك في موضوع خارج موضوع المطالبات الأندية الخليجية بنقل المبريات لأننا ناقشنا هذا الموضوع في الأيام الماضية اليوم فيه كلام كثير في النادي الأهلي بأنه فيه مطالبات بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جانب إلى الآن يعني التحرك بطيء من إدارة الزوهري وش السالفة وش الموضوع الصفقات ما بعد انتهت ولا فيه أزمة مالية في النادي عطنا المشهد الأهلاوي وش صاير فيه بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً يمكن خلينا نوضح السلطة التي هي حكاية التعاقدات يمكن الكل يعرف أن التعاقدات في الفترة الشتوية هي أصعب مرحلة التعاقدات تمر على الأندية لأسباب عدة أولاً أن الخيارات محدودة جداً تكون أنت في فترة الشتوية التي نحن فيها الآن الدوريات شغالة في كل العالم ما عدا البرازيل ودول شرق آسيا الدوري متوقف انتهى الدوري بالنسبة لهم عندما تتعاقد مع لاعب من الدوري متوقف الآن عندهم انتهى قبل فترة بسيطة قبل أسبوعين أو كذا من البرازيل أو من دول شرق آسيا يجيك اللاعب مرهق تماماً لأنه كان يلعب لمدة موسم كامل مع فريقه وبالتالي هو الآن دي فترة إجازة بالنسبة له يجيك أما أنه مصاب أو أنه مرهق أو أنه متشبع من كرة القدم هذا الجانب الأول الجانب الثاني عندما تنتجه إلى دول أوروبا والدوريات شغالة عندهم بدت معنا تقريباً في نفس الوقت في أوغست بدت مع الدوري المحلي عندنا تحتاج لاعب وإذا تبقى لاعب سوبر يعني لاعب نجم اللاعب النجم أكيد أساسي في ناديه الآخر في أوروبا مثلاً في أي نادي في أوروبا أكيد أساسي النادي الأوروبي ما رح يفرط فيه لاعب هو لاعب معه أساسي الدور الأول من المسابقة ما رح يفرط فيه بسهولة إلا أنك تحتاج أنك تتعاقد مع لاعب بديل أو لاعب غير مهم أو لاعب مهمش في ناديه وهنا ما رح يرضي الجمهور النادي الموجود هنا أو أنك تضطر تدفع ضعف المبلغ لو أنك أخذته في الصيفية حيكون مبلغه مثلاً بـ 2 مليون يورو لو أخذته في الفترة ذي هو أساسي مع ناديه ولاعب والنادي محتاج المادة ممكن أن يبقى لك هو بضعف مبلغه مقابل المادة يعني تنازل عن لاعب مهم عنده مقابل أنك تغريب المادة هذه أسباب عدم استعجال في التعاقد مع لاعبين في الفترة الشتوية أنا أؤكد على كلمة الفترة الشتوية للفترة الصعبة في التعاقد مع لاعبين للسببين اللي ذكرتها سابقاً نتكلم عن إجارة النادي الأهلي الكل بيركز وكل من حق كل جمهوره أن يحب يتطمن على ناديه الديني نادي سعودي آخر أنهى أموره يعني ما تكلم عن الأندية المنافسة الأندية اللي الناس تتكلم أنها بتغير لاعبيها يعني من في نادي سعودي آخر تحرك أو أنجز كل الأربعة اللي يحتاجه مثلاً إهلال لا طبعاً إهلال اللي يعرفون إهلال ثابت على الأربعة يمكن فيه عنده اشتباه في تغيير كواك أو لا يعني هذا أمر قابل للنقاش لكن نتكلم عن الاتحاد النصر النصر عنده صفقة ماركنوس هذا لا لا هذا لاعب لا ما يتم تسويقه بشكل ممتاز للبرازيل وعادي إلى ناديه هو معار النصر كان يرغب في تسويقه وما وجد المبلغ المناسب لكن بقول أنه خلينا نتكلم عن الشعر الهلاوي الهلاويون يعني تقريباً نسبة 100% و95% أنه أنهى مع اللاعب التوغولي رماو لاعب مارسيليا اللاعب كان مفترض أنه يصل اليوم أو صباح غد سيصل إلى معسكر الفريق في العين باقي يعني المتبقي لاعب واحد اللي هو هيكون بديئ هذا رماو بدل اللاعب نبيل بهاوي باقي اللاعب الآخر اللي هيكون بدل اللاعب فتفل اليوناني هذا اللاعب الآن عندهم ثلاث ملفات جاهزة تماماً باقي بس مسألة التوقيع على خير الخيارات يعني بإذن الله حسب ما عرفت من مصادر الهلاوية موثوقة أنه خلال يومين ثلاثة أيام بالكثير يكون أنتهم من الصفقة الأخرى أو الصفقة الثانية إذبت كذا تمت مسألة الأجانب في النادي الأهلي يعني الجماهير من حق أنها تعتبوا من حق أنها تسألوا من حق أنها تطالب لكن المسألة ليس مسألة تتخش بقالة وتأخذ لاعب تدفع فلوسه وتمشي المسألة ما هي كذا الانفاوضات أمر متعب جداً أحياناً أنت تتفاوض مع لاعب وتصل مع المرحلة متقدمة وتنهي معه تجيك المشكلة من النادي أحياناً تتنهي مع النادي ومع اللاعب تتفاجأ أنه اللاعب له أربعة وكلة يعني في بعض اللاعبين في أوروبا والبرازيل تحديداً تحصل عقد اللاعب شراكة بين بنك وبين شركة وبين شخص فرد كلهم ثلاثة متشاركين في عقد هذا اللاعب عشان ترضي كل طرف من الأطراف تحتاج إلى انفاوضات مستقلة وإلى مبلغ آخر إضافي بالتالي ترى المسألة ما هي سهلة جداً يعني ما هي أنك ترح تختار تدفع وتمشي فأنا أقول أنه ما زال عن تسعة أيام أنا أقول أنه الهلاويين تحديداً اللي تكلموا أنت سألتني عن الشايهلاويين أقول أنه تحديداً خلال خمسة أيام بالكثير سيكون مكتمل الربيع الأجنبي في تدريبات النادي الأهلي طيب ممتاز يعني الأمور زينة في الأهلي وما في داعي للقلق ولا في داعي للكلام الزايد إن شاء الله يعني دارة زوهري قادرة يعني على تجاوز هذا الموضوع طيب أبو بوريان أصبح حسن معاذ مشكلة في المعسكر الشبابي مع كل فترة انتقالات شتوية نشوف في شوشرة في النادي صحيح يعني يشوف حسن معاذ له كم سنة وكم موسم يعني يطلع كلام حول انتقالاته ويستمر معنادي الشباب يعني مرتبط بعقد طويل أجل معنادي الشباب وحسب التقرير اللي ذكرته أنه باقي للسنة وسبعة شهور صحيح حسن معاذ يعني ظهير أيمن جيد ومميز ولكن الملاحظ أنه الشوشرة هذه اللي لها سنوات وعدة موسم أنه بعد كل موسم نشوف أن القيمة لحسن معاذ والعقد حسن معاذ تنقص قيمة عقد حسن معاذ تنقص يعني الآن كان في فترة من الفترات قبل ثلاث مواسم كان قيمة عقده تتجاوز عشرين مليون نقصت تحت العشرين اليوم مصلت الحدود العشرة فهي أعتقد بورصة عمر اللاعب يفرق والمستوى الفني والإصابات ويمكن حسن تأثر أيضا بالجو العام في نادي الشباب والمناخ اللي هو الهبوط مستوى الفريق هبوط مستوى الفريق تتأثر نفسيا تأثر فنيا فاللي أنا أقول أنه حسن معاذ يعني كان الأندية تتقاتل عليها الآن يمكن بدأت بعض الأندية تنسحب وبدأ سعره يقل ويمكن يعني يكون فيه فائدة لفريق أنه يظهر فيه أصبح الآن في سعره متناول يعني وهو الآن أعتقد أنه بس الأندية ما عد عندها فلوس أيوة هذا اللي أنا أقول لك الآن يعني الصفقات الشتوية الآن الآن الأندية تتغير لاعب ولاعبين ولاعب ولاعبين أنا أقول يعني الجمهور الأندية كلها لا تتوقعوا شيء كثير صحيح ترى اللاعب اللي بيروح اللي بيجي حوله ما هو بعيد صحيح فلا تتوقعون يعني ترى جايكم نجم كبير ولا جايكم لاعب مختلف ترى حول اللي راح أي صحيح فالأمور يعني حول بعض يعني